صباح الخير شونكم طالباتي طالبات الصف الثالثة المتوسط اليوم ويانا عدنا unit 2 lesson 5 اللي هو حول الموضوع the present simple tense زمن المضارع البسيط هذا زمن المضارع البسيط جدا جدا مهم هو والله يعني مو صعب سهل للي يفهمه للي يفهمه وان شاء الله تفهمون على الشرح وياي بنات هذا طبعا يعني يبقى وياكم الحد الصف السادس الإعدادي هذا الموضوع من الابتدائية للإعدادي للسادس إن شاء الله شنو هذا بنات the present simple tense زمن المضارع البسيط يتحدث حوله زمن المضارع البسيط حوله عن حياتنا يتحدث عن حياتنا اليومية بنات شنو حياتنا اليومية من شنو تتكون حياتنا اليومية من الفاقتس يتحدث لي عن ثلاث أشياء آني حددتهم اللي هي الفاقتس الحقائق فاقتس الحقائق يعني شنو حقائق شنو يعني حقيقة مثلا The sky is blue The sky is blue شن يعني السماء زرقاء احنا شنشوفها السماء زرقاء مثلا عندي المثال الثاني الحقيقة الثانية The sun shines every day The sun shines every day يعني الشمس تشرق كل يوم اذا زمن المضارع البسيط يتكلم لي عن شنو يتكلم عن الفاكتس اللي هي من هي الاشياء الحقيقية الموجودة بالكون اللي هي مثلا The sky is blue الكاو gives milk الكاو شنو معنى كاو بقرة كاو gives milk البقر يعطينا الحليب البقرة تعطينا الحليب اذا الحالة الثانية اللي يجي اللي موجود بزمن المضارع البسيط اللي هي من هي الهبتس العادات اليومية اللي احنا الاشياء اللي نسويها every day شنو يا مثلا He usually speaks English in class هو عادة speaks يتكلم اللغة الإنجليزية في الصف اذا هاي عادة يومية يعني متعود يسويها شنية يتكلم الانجليزي بالصف الشغلة الثالثية اللي يتكلم عليها زمن المضارع البسيط اللي هي من هي routine شنو routine يعني الافعال المتكررة اللي نسويها احنا الافعال المتكررة مثلا they often هم عادة get up at 7 o'clock يعني شنو احنا متعلمين كل يومية نقعد ساعة بالسبعة الصبح اوكي بنات فإذا زمن المضارع البسيط تتكلم لي عن facts الحقائق الموجودة بالكون habits العادات اليومية والroutine الافعال المتكررة اوكي الظروف الدالة على زمن المضارع البسيط اللي هي من هي adverbs of frequency ظروف التكرار الظروف الدالة على زمن المضارع البسيط اللي هي ظروف الزمن ظروف التكرار ظروف التكرار adverbs of frequency اللي هي من هي adverbs of frequency بنات شوفوا آني هذولي كليتهم خالتهم وحد ما عدا ليش بنات لأنه فقط تأتي في نهاية الجملة الظرف فقط يأتي في نهاية الجملة مثلا كله معناتها كله كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة فما عدا الظروف التكرار من ضمنها فقط يأتي في نهاية الجملة بقية الظروف لها موقعين هاي جدا مهمة تركزولي بقية الظروف لها موقعين وين موقعهم يأما موقعهم إذا إجاني فعل مساعد الاس والار والام يكون موقعهم بعد الاس والار والام إذا إجاني جملة بيها اس والار والام وجايب لي ضرف التكرار وراح يكون موقعهم بعد الفعل المساعد مثلا شي يقول لي هنا مثلا على هاي ش راح يقول لي راح عنطيك مثال مثلا شي يقول لي علي اس ليت علي متأخر وش يجيب لي بين قوسين always دائما إذن مادام شفتي بالجملة فعل مساعد وين راح يكون ضرف التكرار موقعها yes very good بعد الفعل المساعد إذن شنو راح يكون الحل هنا علي is always late أوكي بنات فإذن الحالة الأولى لاستخدام ظروف التكرار إذا كان عندي فعل مساعد يكون موقعهم بعد الفعل المساعد أما إذا ما كان عندي فعل مساعد فاعل فعل رئيسي وين راح يكون موقعهم بعد الفاعل مباشرة الحالة الثانية اللي استخدام ظروف التكرار بعد الفاعل في عدم موجود الفعل المساعد ال-is وال-are وال-am اوكي بنات هاي عرفناها الظروف الدالة على زمن المضارع البسيط اللي قلت لكم ال-offen وال-always وال-usually وال-sometimes وال-never يكون موقعهم بعد ال-is وال-are وال-am واذا ما عندي is و-are و-am يكون موقعهم بعد الفاعل مباشرة ما عدا ال-every اللي يكون موقعه في نهاية الجملة راح اجي هس على قاعدة ال-affirmative قاعدة ال-اثبات قاعدة ال-اثبات ال-affirmative اذا كان عندي الفاعل مفرد ال-singular subject الفاعل المفرد اللي هو من هو ال-he وال-she وال-it وال-singular noun الفاعل المفرد علمتكم منه يعني شنو فاعل مفرد مثلا the boy the girl my father my mother the student my teacher the school the house هذا كل اسمي فاعل مفرد شي يكون بعده لازم الفعل الرئيسي يحتوي على s او es الشخص الثالث يحتوي على s او es الشخص الثالث طبعا اضافة ال-s وال-es للأفعال راح انطيكم اياها فيديو واحد اوكي بنات فاذا كان الفاعل مفرد ال-he وال-she وال-it وال-singular noun يجب ان يكون بعد الفعل الرئيسي يحتوي على s او es الشخص الثالث on the rest of the sentence تكملت الجملة مثلا علي ايتس فش علي يأكل فش السمك ترجمة نانسي قنقر